وأسعد الله مساءكم بكل خير ويمن ومسرة وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح العمال وأن يجعل صيامنا مقبولا وقيامنا أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن محاضرة في تحليل المخاطر المنزلية وسبل الوقاية منها الحقيقة أنا عارف أن اليوم هو ليلة 27 فلن أطيل عليكم ستكون هذه المحاضرة إن شاء الله مختصرة جدا وستكون مدخل لتحليل المخاطر في هذه المحاضرة سنتكلم عن مدخل للمخاطر وراح نتعرف على طرق قياس الخطر ورح نتعرف أيضا على طرق التعامل مع المخاطر وفي نهاية هذه المحاضرة سنتكلم عن تحليل المخاطر المنزلية وأيضا سبل الوقاية منها في نهاية المحاضرة راح أجيب عن الأسئلة إذا أحد عنده سؤال ممكن أن يكتب في الكومنت الرد على هذه التغريدة وإن شاء الله تعالى في نهاية المحاضرة راح نجيب على الأسئلة أو المناقشات إذا كان في مناقشة أو مداخلة بداية الأمر لماذا يهتم الشخص بالسلامة؟ أو لماذا السلامة أساسا؟ ولماذا قليل المخاطر؟ لماذا نولي هذا الموضوع اهتمام؟ وأيضا تجدون كثير من البلدان والشركات والمنشآت الكبيرة أصبحت تولي هذا الجانب اهتمام كبير جدا بالسلامة وبتحليل المخاطر دعونا نتعرف على بعض الكوارث التي حدثت في أعوام سابقة وفي أعوام سابقة أنظروا إلى هذا الحادث الذي أمامكم وأظنكم سمعتم فيه اللي هو تشير نوبل كان عام 1986 هذا الحادث يعني يعتبر هو أكبر كارثة نووية شهدها العالم وانجراء هذا الحادث وفيات بالعشرات الألف وأيضا إصابات ولا حد الآن لا زالت تعاني منه دولة أوكرانيا هي تقع في دولة أوكرانيا حاليا وكانت تسمى سابقا الاتحاد السوفيتي كيف حدث هذا الخطأ اللي هو تشير نوبل في هذا المفاعل النووي هو خطأ بسيط في التشغيل نتيجة عدم التقيد بإشتراطات السلامة أو بإجراءات السلامة أدى إلى فتح توربينات المياه المستخدمة وإغلاقها وعدم التبريد للمفاعل النووي ونتج عن هذا الحادث تقريبا 36 وفاة كانت في الحال وإصابات وخسائر أكثر من 3 مليار دولار هذه الخسائر كانت في الحال ولكن فيما بعد حدث ممكن حسب تقرير الأمم المتحدة أن هناك ما يقرب بحوالي 10 ألاف شخص توفه نتيجة هذا الحادث طبعا تشير نوبل موجود مسلسل درامي من خمس حلقات إذا ممكن أحد يشاهده ويستفيد منه يشرح تسلسل الحادث وكيف حدث وأيضا ما هي النتائج التي حدثت جراء هذا الحادث مصفات تكسس في 2005 أيضا حادث مؤلم حدث في 2005 وكان أيضا بسبب نقص في إجراءات السلامة وخاصة في تسليم الورديات بين الشفتات في المصانع يحدث دائما هنا خلل في تطبيق بعض الاشتراطات في أثناء الاستلام والتسليم في الورديات طبعا هذا الحادث أيضا نتج عنه وفيات وخسائر بملايين الدولارات وأيضا قامت الأوشا بمخالفة المنشأة بملايين الدولارات نتيجة بعض المخالفات السلامة راح نزلكم إن شاء الله على نفس التغريدة هذه رابط يتحدث عن هذه الحادثة بشكل موسع الوفيات مثل ما ذكرنا ممكن حوالي 15 وفاة و180 إصابة وأيضا خسائر مادية وغرامات كارثة مطار نيف في أسبانيا عام 77 هذه أيضا نتيجة نقص في اشتراطات السلامة وأيضا نتيجة مشاكل في الاتصال أصطدمت الطائرتين يعني الطائرة كانت مستعدة للإقلاع والثانية كانت مستعدة للهبوط كان وقت ضباب حدث وفيات حوالي حدود 583 وفاة وأكثر من 61 إصابة تقريبا السبب نقص في اشتراطات السلامة في تطبيق إجراءات السلامة في تحليل المخاطر التي قد تنتج دائما عن هذا الحادث مثل ما تشاهدون عمامكم الآن هذا حساب الدفاع المدني الدفاع المدني خلال الفترة التي راحت تقريبا من بداية الحجر الصحي أو الحجر المنزلي مثل ما تشاهدون عشرات الحوادث وذكروا اليوم في خبر نزل في واس أن حوالي 2300 حادث حريق في المنزل وأيضا 6156 حالة إنقاذ كلها في المنزل وذلك بسبب تواجد أغلب الأسر الآن في المنازل لفترات طويلة وكامل الأسر يتواجدون في فترات طويلة جدا أيضا متحدث وزارة الداخلية ذكر أن هناك ارتفاع في نسبة الحرائق داخل المنازل منذ إقرار من التجول لهذا السبب لا بد لنا أن نحلل المخاطر ونحاول أن نتجنبها بقدر الإمكان وأيضا لا بد أن نعرف الطرق السليمة في تحليل المخاطر الآن إن شاء الله تعالى نتعرف على بعض الأمور والتعريفات الهامة حتى يسهل علينا فهم تحليل المخاطر ونتعرف ما هو تعريف السلامة أساسا السلامة هي التدابير العامل على التحرر من الخطر للوصول للبيئة الآمنة تمنع الحدوث الحادث فهي تمنع الخطر بدرجة نسبية وهذا هو الذي لا بد أن نعرفه أنها تلا يمكن أن نزيل الخطر إلا في بعض الأمور وفي بعض الأمور لا بد أن يكون هناك حماية من الخطر بدرجة نسبية تمكن من تهيئة أفضل الظروف في بيئة آمنة لذلك علوم السلامة تبرز في دراسة الأخطار ووضع السياسة لبرامج السلامة أهداف السلامة السلامة تهدف إلى تحقيق التالي إما أهداف اجتماعية وهي حماية العنصر البشري من الأثار أو أهداف صحية وهي تحقق الحماية من ضرر الإصابات والعاهات التي قد تحدث جراء الحوادث وأيضا أهداف اقتصادية وهذه تحد من الفقد المالي وتحمي الممتلكات مسؤولية السلامة تكون اجتماعية ومهنية وقانونية من قبل المختصين في كل منشأة وفي كل دولة وفي كل مكان لديها مختص ولكن إحنا راح نتكلم إن شاء الله عن المنازل فالمختص فيها راح يكون أكيد بشكل كبير اللي هو رب الأسرة أو ربة الأسرة بشكل مختصر هذا الديقرام يوضح سلامة النظام وتحليل سلامة النظام عندنا في الجزء الأول أربع عناصر اللي هي تعريف الأهداف اللي ممكن أن من خلالها المنشأة تقوم وأيضا وصف النظام ثم تحديد المخاطر بعد ذلك ننتقل إلى تحليل الخطر هذا الجزء كامل يسمى الإدارة الخطر ننتقل إلى الخطوات اللي بعدها اللي هي تقدير المخاطرة ثم التحكم في الخطر والتحقق من التحكم إذا كان قبول راح يكون توثيق ثم مراجعة دورية إذا كان لا ترجع لتعديل النظام والعودة إلى النقطة رقم ثلاثة وهي تحديد الخطر وهذا كامل الجزء يسمى إدارة المخاطرة في نقطة دائما ننبه عليها في أي محاضرة وفي أي دورة عن تحليل المخاطر اللي هي ما الفرق بين الخطر والمخاطرة هذا الموضوعين وهذه المصطلحين هامين جدا في تحليل المخاطر الخطر هي الحالة التي يمكن أن تسبب ضرر سواء إصابة أو فقد إلى آخره والناتجة من التعرض النسبي لمصدر الخطر أما بالنسبة للمخاطرة اللي هي بالانجليزي ريسك هي مدى احتمال تسبب الخطر في حدوث ضرر أو خسارة وعلشان نفهم الموضوع هذا أكثر نضرب يعني مثال لو فيه مثلا سلك مكشوف في مكان ما أو في البيت هذا يعتبر خطر اللي هي هازارد لكن عندما يكون متواجد حوله أطفال أو شخص يعمل حول هذا السلك المكشوف الآن أصبحت في احتمال أن يتسبب ضرر أو خسارة لهذا الشخص هنا أصبحت الآن هي مخاطرة فالعنصر البشري دائما إذا دخل في الخطر أو تعرض للخطر تصبح هنا مخاطر أيضا من المفاهيم الهام التي لا بد أن نعرفها وهي تقييم المخاطر وأيضا إدارة المخاطر تقييم المخاطر هي سلوب علمي منظم لتقييم مدى احتمال أن يؤدي الخطر إلى أحداث ضرر وتقييم حجم الآثار إدارة المخاطر هي أشمل من تقييم المخاطر لأن تقييم المخاطر تعتبر تندرج تحت إدارة المخاطر فإدارة المخاطر هي النظم المطبقة في تحديد المخاطر وتقييمها والسيطرة عليها ومراجعة هذه النظم من آن لآخر أيضا هذا الديغرام يوضح لكم إدارة المخاطر بشكل كامل عندنا تعريف الخطر وثم تحليله وتقييم الخطر ومعالجة الخطر وعندنا أيضا المراجعة بشكل كامل وأيضا المناقشة نأتي الآن إلى أهمية إجراء دراسات تحليل المخاطر نحن ذكرنا في البداية الكوارث التي حدثت والحوادث التي رأيتموها في داخل المنازل في السعودية كل هذه أسباب مهمة جدا لتحليل المخاطر فتحليل المخاطر يتطلب أن نجمع المعلومات عن جميع المخاطر وأيضا نحدد أسليب التعامل معها وكذلك أيضا وضع الحلول الإيجابية الممكنة وتحديد المواد العلمية والبرامج المناسبة للأشخاص سواء داخل المنشأ أو داخل المنازل للتوعية وأيضا تحليل المخاطر يحدد الأجهزة والمراقبة التي تستشعر الخطر قبل وقوع سواء أجهزة سلامة أو أي أجهزة أخرى ممكن أن تستشعر الخطر وأيضا يساعد تحليل المخاطر للجهات المختصة عند اقتراحه متابعة مشروع اللوائح والتنظيمات الخاصة للحد من المخاطر بكافة نواعها أيضا من أهمية إجراءات دراسة تحليل المخاطر التي هي بناء على نتائج دراسة المخاطر يتم إعداد الخطط في المستقبل كذلك تساعد على تحديد الإمكانيات المطلوبة من الأجهزة والتجهيزات الفنية والأمور الأخرى التي تساعد في الوقاية من هذه المخاطر نسبة لما ينتج عن الخطر هي تتمثل في ثلاثة أنواع الأنواع هذه ممكن يندرج تحتها أشياء كثيرة ولكن بشكل عام الشقة الأولى هي خسائر مادية والشقة الثانية خسائر بشرية والشقة الثالثة هي خسائر معنوية سواء في إنسانية أو اجتماعية طرق قياس الخطر طبعا في طرق كثيرة لقياس الخطر أخترت منكم ثلاثة سأشرحها لكم بشكل سريع جدا حتى بعد ذلك إن شاء الله تعالى ننطلق إلى طرق التعامل مع الأخطار فالطريقة الأولى في قياس الخطر اللي هي من قياس أوشا وهي إدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية حددت الخطر إلى أربع مستويات سواء خطر محقق أو إخلال خطير أو إخلال غير خطير أو إخلال بسيط ثم فصلت في هذا الجزء إلى عشرة أخطار يعمل كل مقياس على هذه العشرة سواء في المواصفات أخلال فني المواصفات أو خطر قاتل وخطر ليس قاتل إلى آخر ما ذكرت في هذا التصنيف المقياس الثاني اللي هو مقياس الخطر البريطاني وهذه هيئة المواصفات البريطانية لديها مواصفة تسمى الكود القياسي لممارسة سلامة المعدات ذكرت فيه الخطر على ثلاث معايير وصنفت المعيار إلى شدة الخطر والقدرة على الإصابة وتكرار التعرض في كل جزء من هذه الأجزاء عندها درجة للمعيار يعني مثلا شدة الخطر قاتل أو عظيم أو خطير أو ضئيل وهنا الوصف وهذه نقاط لتحديد الخطر تأخذ من ستة إلى واحد بحيث ستة تكون هي الأكبر طبعا ستة وهنا أربعة وهنا ثلاثة وهنا واحد من ستة إلى واحد بالنسبة للقدرة على الإصابة سواء كانت مؤكدة أو محتمل أو ممكن أو غير محتمل وهذه أيضا وصف لها في وصف القدرة على الإصابة ودرجة النقاط التي قد تحصل عليها نأتي الآن للطريقة الثالثة التي هي من قياس مطلبات برنامج السلامة هذه مواصفة لوزارة الدفاع الأمريكية حددتها وقسمتها إلى جزئين جدول يهتم بتصنيف الخطر وجدول يهتم بتصنيف احتمالات الخطر هي أغلبها متشابهة ومتكررة ولكن كل طريقة لها قياس معين هنا مستوى الخطر من واحد إلى أربعة وشدة الخطر وهنا احتمالية حدوث الخطر في مقيس خاصة تحددها بعض الشركات والهيئات الصناعية وتقسم من واحد مثلا إلى خمسة بحيث أن واحد تكون الأعلى وخمسة تكون الأقل أنواع الخطر طبعا الخطر يهند المخاطر إلى ثلاثة أنواع رئيسية سواء في المنزل أو في غير المنزل لكن إحنا نتحدث بشكل عام وفي النهاية إن شاء الله سنتحدث عن مخاطر المنزل بشكل خاص في المخاطر الرئيسية التي سنتحدث عنها هي ثلاثة أنواع مخاطر طبيعية ومخاطر إنسانية وأيضا مخاطر صناعية الخطر له مصدر للخطر وأيضا مظاهر التي قد تنتج عن الخطر والسلامة وبرامج السلامة التي نتعامل مع هذا الخطر تصنيف الخطر طبعا نحن حددنا وشي نوع الخطر تصنيف الخطر يكون بالنظر إلى الناتج أو الذي نتج عنه فإما يكون تلوث بي أو إصابات أو حرائق وأيضا راح تشاهدون مصدر الخطر ونتائج الخطر وأساليب السلامة التي تستخدم فيها طرق تحليل المخاطر هناك طرق كثيرة لتحليل المخاطر وإجراءات ممكن أن نتبحها في تحليل المخاطر لكن على كل حال كل هذه المخاطر هي أو هذه الطرق تؤدي إلى تحديد المخاطر المحتملة ومعرفة حجم هذه المخاطر ومعرفة كيفية ظهورها ومعرفة المواقع المحتملة لها ومعرفة العوامل المساهمة في ذلك أيضا في نقطة ممكن نضيفة هي معرفة الأشخاص الممكن أن يتعرضون لهذا الخطر فكل الطرق تؤدي إلى هذه الأجزاء التي ذكرناها أو هذه الأهداف التي لا بد أن نصل إليها قبل أن نذهب لطرق تحليل المخاطر هذه معايير الاحتمالات اللي هي من 1 إلى 5 راح نحتاجها إن شاء الله في النهاية إذا جينا نطبق على المخاطر في المنزل فمن 1 إلى 5 بحيث أن 1 يعتبر احتمال ضئيل جدا و2 يعتبر احتمال ضئيل 3 محتمل 4 محتمل إلى حد ما و5 احتمال كبير طبعا احتمال الضئيل جدا أقل من مرة كل ألف سنة والاحتمال الضئيل مرة كل مئة إلى ألف سنة ومحتمل مرة كل عشر سنوات إلى مئة سنة ومحتمل إلى حد ما اللي هو مرة من 1 إلى 10 سنوات واحتمال كبير اللي هو أكثر من مرة في سنة واحدة طبعا ممكن تطبق هذه الإجراءات في المنازل ليس على منزل واحد ممكن تكون شريحة من المنازل يطبق هذا الإجراءة عليها بالنسبة للأثار المترتبة أو عن وقوع هذا الخطر أيضا تأخذ من واحد إلى خمسة بحيث واحد بسيطة درجتها وخمسة كارثية وينتج عنها وفاة عديدة أو أكثر من عشر إصابات وأيضا بسيطة ممكن أن ينتج عنها عراض مرضية عابرة ولا تحتاج لتدخل صحي وأيضا في الأضرار بالمتلكات والإنتاج لا يكون هناك يعني لا عطل أو هنا عطل مدة يومين في المنشآت أو إغلاق لعدة أيام أو إغلاق أسابيع أو إغلاق كامل مدة طويلة على حسب الحادث الذي حدث وكان درجته كارثة ننتقل الآن للنقبة الثانية التي هي تحليل المخاطر المستخدمة هناك ست طرق سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى في تحليل المخاطر أول حاجة هي طريقة دراسة الخطر والتشغيل اللي يسمونها الهازوب وطريقة خطوة خطوة step by step وطريقة ماذا إذا وقائمة الفحص checklist وطريقة المصفوفة matrix approach وشجرة الأخطاء راح إن شاء الله نتكلم عن كل خطوة وكل طريقة من هذه الطرق بشكل سريع جدا ثم إن شاء الله تعالى ننطلق إلى تحليل المخاطر في المنزل نأتي للطريقة الأولى اللي هي طريقة الهازوب طبعا هي اختصار من hazard probability وتعني دراسة المخاطر وقابلية التشغيل هذه طريقة قديمة بدأت في عام 1970 وتعتبر من الطرق الجيدة لأنها تهتم بالعمليات المعقدة جدا وبعض المخاطر التي تكون معقدة ولديها قدرة في تحديد المشكلات الدقيقة وتعتبر من أكثر الطرق المستخدمة وهي تدخل في بعض الطرق الأخرى التي سرح نذكرا إن شاء الله بعد قليل ومثل ما ذكرنا هي لأدات طبيعة صارمة ودقيقة للتساؤلات تطرح الأسئلة line by line على خطط الإنتاج أو على خط الإنتاج أيضا هذه الطريقة تحدد أسباب كل نمط أو كل عملية تحدث وتحدد النتائج لكل نمط ثم بعدين تزود التقديرات الاحتمالية وأيضا تضع التوصيات بالتغييرات التي تقلل تكرار حوادث الخطر وتخفف النتائج فأن هي تتكون من أربع عناصر اللي هي القطاع أولا تحدد القطاع اللي راح يكون فيها تحليل المخاطر ثم تنشأ المصفوفة ويكون فيه متغيرات قياسية يقاس بها هذا الخطر سواء درجة الحرارة أو الضغط أو معدل التدفق على حسب خطة الإنتاج وهناك كلمات استرشادية سواء كانت أكثر أعلى أدنى ويوضع جدول بهذا الشكل تجدون هنا اسم الخط الذي يكون فيه مثلا عملية تحليل المخاطر وهنا المتغيرات القياسية المتعدلة التدفق مثلا أو الضغط أو درجة الحرارة أو الزمن وهذه الكلمات الإرشادية سواء كانت عالي أو إلى حد كبير وممكن أن تضاف لها أو تنقص على حسب المتغيرات القياسية هذا مثال على دراسة الخطر وقابلية التشكيل وهي الهازوب مثل ما ذكرنا أن الهازوب يتم إحضار مخططات المصنع بشكل مفصل أو المنشأة ويسأل بشكل يعني line by line مثل ما ذكرنا قبل قليل ثم تنشأ محتويات للتقرير في نهاية العمل في تحليل هذا الطريقة يكون فيه ملخص الجزء الأول اللي هي توصيات وملخص التوصيات الرئيسية الجزء الثاني راح يكون مناقشة عن طبعا فريق الهازوب لا بد أن يكون فريق في كل مصنع وكل منشأة في الجزء الأخير راح يكون فيه أسماء الفريق والموقع وبعض المصطلحات نأتي للطريقة الثانية اللي هي step by step هذه الطريقة يعني شبيهة بالهازوب نوعا ما ولكن هي تعتبر لعمليات الدفعات اللي ما يسمونها الباتش بحيث انها تكون تتغير مع الزمن لا تكون ثابتة لكن في كل دفع مثلا يتم قراتها اللي هي step by step طبعا فيه خطوات خطوة بخطوة لها مصطلحات وهذه اللي هي الهازوب اللي هي خط الخط اللي سميناها line by line لكل واحدة من هؤلاء مصطلح يتعامل فيه في تحليل المخاطر الطريقة الثالثة طريقة ماذا إذا هذه الطريقة أشبه بالعصف الذهني تطرح الأسئلة هو يكون فريق طبعا ثم يطرح الأسئلة على بعض الخطوط الإنتاج أو بعض الإجراءات العمل التي تحدث أو على أي منشأ ممكن أن تطرح الأسئلة ماذا لو حدث هكذا مثلا ماذا لو أغلق الصمام ماذا لو تم رفع الضغط في مكان ما يتم طرح الأسئلة بهذه الطريقة وبناء على الإجابة يتم تحديد الخطر وتحليل الخطر اللي هي في النهاية تتشابه مع طريقة الهازوب ولكن لا بد أن يوضع لها جدول تضع فيها السؤال ثم النتيجة والوقاية من هذا الحدث إذا حدث وتوضع التوصيات المقترحة نأتي للطريقة الشكلست الطريقة الرابعة هذه الطريقة تعتبر ممتازة وسهلة جدا ولا تحتاج إلى متخصص لأنها ستكون أسئلة وكل شخص ممكن أن يجيب عليها يعني أسئلة موجودة مسبقا والإجابة تكون نعم أو لا أو ينطبق أو لا ينطبق بهذه الطريقة سؤالات عن الخطر وتعتبر جيدة جدا في بعض العمليات وسهلة لأنها لا تحتاج إلى متخصص نأتي للطريقة الأخيرة التي هي طريقة المصفوفة الطريقة المصفوفة تبدأ بحدث أدنى إلى الأحداث الأعلى والمسببة بهذه الطريقة تحدد الأصناف الموجودة في كل هذا العمل أو الأيتم سواء إجراءات أو معدات أو أي إن كانت ثم بعد ذلك ننتقل لنحدد حالة الخطر وأسباب الخطر في كل جزء من هذه الأجزاء ممكن أن نستخدم أحد الطرق التي ذكرناها سابقا سواء تشيكليست أو طريقة الهازوب أو الستيب بايستيب ممكن أن نذكر أي نقطة منها فأن النقطة الثالثة قلنا أسباب الخطر وتأثير الخطر ثم مستوى الشدة ثم مطلبات السلامة بناء على ما ذكر في الأعمدة السابقة بعد ذلك نتكلم عن احتمال الخطر مرة أخرى حدوثه وكيفية التحكم فيه وأيضا التحقق في نهاية الأمر هذا شرح للأعمدة التي ذكرناها سابقا الطريقة الأخيرة التي ذكرناها سابقا وهذه الطريقة عبارة عن تسلسل للأخطاء من الأعلى إلى الأسفل أو من الإيسار إلى اليمين نضع الأخطاء ثم يكون هناك تسلسل للخطأ والمسبب للحادث طبعا يعتبر في البوابات أو ما يعتبر الأور أو الأنت حسب وجود الأخطاء يعني على سبيل المثال هذا الذي أمامكم الآن لا يوجد غرفة مثلا لا يوجد نور في داخل الغرفة فإما أن جميع المصابيح احترقت أو السويتش في عطل أو لا يوجد أصلا تيار داخل أو تيار كهربائي داخل المنزل فنحللها سواء كانت بالأور أو الأنت مثلا الأنت أن كل المصباحين محترقة الأور أنه لا يمكن لا يمكن ما فيه جهد في داخل الشبكة أو يمكن الفيوز في عطل هذا بشكل بسيط وعلى سبيل المثال لا أقل ولا أكثر يعني الآن ننتقل للخمس خطوات لتقييم المخاطر أنا أعتذر منكم أني مستعجل جدا لأنني مثل ما ذكرت ما راح أطيل عليكم وهذه كلها تعتبر رؤوس أقلام في تحليل المخاطر ومدخل لها إن شاء الله تعالى وهي تعتبر درس ومنهج كبير جدا ويتخصص فيه كثير من المهندسين الذين يعتبرون متخصصين في تحليل المخاطر نأتي الآن للخمس خطوات لتحليل المخاطر عندنا خمس خطوات لتحليل المخاطر أول حاجة هي تحدد المخاطر ثم تحدد من الذين قد يتعرضون للخطر هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة تكون تقييم الخطر واتخاذ قرار بشأن الاحتياطات اللازمة الخطوة الرابعة تسجيل نتائج وتنفيذها الخطوة الخامسة تقييم المراجعة والتحديث إذا لازم الأمر هذه الخمس خطوات هي المشهورة والأكثر استخدام نموذج لتقييم المخاطر طبعا لا بد أن نعرف أن المخاطر هي عبارة عن الاحتمالات في الأضرار اللي هي شدة الأثر الناتج فالاحتمالات مثل ما ذكرنا اللي هي من 1 إلى 5 والأضرار أيضا وشدة الأثر الناتج من 1 إلى 5 ذكرنا هذه في تحليل المخاطر أو في نموذج تقييم الخطر في البداية هذا الجدول الذي عرضناه قبل قليل وقلنا أنه من 1 إلى 5 بحيث أن 1 هي احتمال ضئيل جدا وخمسة هي الاحتمال كبير جدا طبعا ممكن هذه الدراسة لا تكون على المنزل الشخص نفسه قد تكون على شريحة من المنازل أيضا الأضرار ذكرناها قبل قليل من 1 إلى 5 1 أقل درجة وأعلى درجة اللي هي 5 وتعتبر كارثية هذا النموذج تقييم المخاطر بحيث أنه تكون نسبة الخطر مضروبة في تكرار الخطر ويعتبر الأخضر يمثل خطورة منخفضة واللون الأصفر خطورة متوسطة واللون الأحمر يمثل خطورة عالية هذه المصوفة من أسهل المصوفات في تحليل المخاطر وهي المستخدمة بشكل كبير جدا نأتي لبعض المخاطر المنزلية مثلا هذا الخطر الذي أمامكم الآن وهو سقوط داخل المسبح طبعا هذا الأثر الذي ينتج عنه قد يكون وفاه وخطر عالي جدا نتيجة لصغر سن الطفل اللي تشاهدون أمامكم واحتمالية أنه يحدث إذا ما كان المسبح مؤمن بشكل آمن احتمالية كبيرة جدا فالمخاطرة هنا راح تكون عالية جدا بشكل كبير ولا بد أن نتخذ إجراءات إن شاء الله راح نذكرها في النهاية اللي هي إجراءات التحليل أو إجراءات التعامل مع المخاطر هذه على سبيل المثال للأخطار داخل المنزل ابتلاع الأجزاء الصغيرة من الألعاب طبعا كل الألعاب تجد فيها تحذير أن لا تستخدم في بعض الألعاب أقل من ثلاث سنوات لأنه قد يؤدي إلى ابتلاع أجزاء صغيرة من هذه الألعاب فإذا كان الطفل أقل من ثلاث سنوات راح يكون الاحتمالية كبيرة جدا والأثر أيضا يعتبر كبير ومخاطرة عالية جدا ممكن أن تكون الأثر خمسة والاحتمالية أربعة والمخاطرة تعتبر عشرين احتمالية السقوط من الشباك في الدوار العلوية فعلا إذا كان الأطفال صغار فالاحتمالية كبيرة جدا والضرر أيضا والأثر الناتج راح يكون كبير جدا والمخاطرة راح تكون أيضا بالتالي كبيرة جدا ولابد من اتخاذ خطوات لمنع حدوث هذا الخطر مثلا الأسطح الساخنة واحتراق داخل المطبخ للأطفال أيضا راح يكون الأثر حدود أربعة مثلا أو الاحتمالية أربعة والمخاطرة تعتبر عشرين حسب تكرار هذا الخطر داخل المنزل أيضا الانسكاب المياه الساخنة على الأطفال الأثر راح يكون عالي والاحتمالية عالية جدا أيضا سقوط الأجزاء على الأطفال أيضا الأثر راح يكون أربعة والاحتمالية راح تكون ثلاثة راح إن شاء الله نرجع لها في عملية التعامل مع هذه الأخطار إن شاء الله تعالى عملية الأطفال مع الكهرباء أو حدوث ماس كهربائي للطفل إذا كانت الأفياش بهذه الطريقة في المنزل أيضا راح يكون الاحتمالية عالية جدا والضرر أيضا راح يكون عالي جدا مع أننا الآن في أمور كثيرة مؤمنة ممكن أن تستخدم وأيضا ممكن في بعض الأجراءات التي تمنع حدوث مثل ذلك سقوط الأطفال من الدرج الأثر أربعة مثلا والاحتمالية أربعة والمخاطرة 16 بحكم أن الأطفال بشكل كبير راح يكونوا متواجدين في هذا المكان في نهاية المحاضرة راح نعطيكم إن شاء الله هرم طرق التعامل مع المخاطر بشكل مختصر جدا ونرجع إن شاء الله للأمثلة التي تم ذكرها قبل قليل هذه التلسل الهرمي للتحكم في المخاطر طبعا إحنا دائما الهرم مقلوب عندنا نبدأ بمعدات الوقاية الشخصية وننسى الإزالة والاستبدال والتحكم والتحكم الإداري فأول شيء عندنا لابد أن نزيل مسبب الخطر هذا أول شيء نتعامل فيه إذا ما استطعنا أن نزيل هذا المسبب لابد أن نستبدله وإذا ما استطعنا الاستبدال ننتقل للجزئية الثانية وهي التحكم الهندسي لعزل مسبب الخطر وإذا لم نستطع التحكم الهندسي ننتقل للتحكم الإداري في النهاية نرجع لمعدات الوقاية الشخصية ووسائل السلامة المستخدمة طبعا لا شك أنها راح تكون أصعب في التنفيذ كل ما صعدنا في إزالة المسببة والاستبدال وهذه راح تكون أسهل في التنفيذ ولكن الأفضل في التحكم راح تكون في الأعلى والأقل في التحكم راح تكون في الأسفل وهي معدات الوقاية الشخصية نرجع لما ذكرنا من الأمثلة ونحدد كيف ممكن أن نتحكم في المخاطر لسبيل المثال السقوط من الدرج عندنا إما أن نتعمل معها بشكل هندسي أو بشكل إداري أيضا هنا ممكن أن يتم التحكم في الاستبدال الأفياش بأفياش آمنة أو ممكن أيضا أن يكون هناك تحكم هندسي لمنع حدوث مثل هذه الأخطار في هذا الخطر الذي أمامكم ممكن أن يكون التحكم هندسي بتثبيت الأجزاء بشكل جيد أو تحكم إداري بمنع الأطفال من الصعود لهذه الأرفف أو منعهم من دخول الغرف التي يتواجد فيها مثل هذه الأرفف أيضا هذا الخطر لا يمكن أن نتحكم فيه بإزالته أو استبداله ولكن وأيضا لا يمكن أن يتحكم بيتحكم هندسي ولكن لا بد أن يكون فيه إجراء إداري أثناء الطبخ لا يدخل الطفل إلى داخل المطبخ ونمنع الأطفال من الدخول إلى أماكن الخطر وهذا نفس المثال السابق أن لا يبد أن نمنع الأطفال من الدخول إلى أماكن الخطر هنا التحكم راح يكون تحكم هندسي بوضع حواجز على النوافذ وأيضا ممكن أن تستخدم حلول هندسية في أن لا تكون هذه غرف النوم الأطفال أن تكون بشكل معرض للسقوط بهذه الطريق هنا الإجراء راح يكون لا بد أن يكون إزالة أن تزيل الألعاب والأجزاء الصغيرة هذه من أمام الطفل وهي النقطة الأولى تزيل مسبب الخطر ما في حل ثاني في هذا الجزء هنا ممكن التحكم يكون إما هندسي أو إداري ممكن وضع حواجز لمنع هذا الخطر وأيضا ممكن تحكم إداري يكون يغلق مثلا الموقع الذي فيها المسبح ولا يفتح إلا في أوقات معينة ويكون مؤمن هذا بشكل سريع جدا ذكرنا لكم تحليل المخاطر شاكر ومقدل لكم حسن استماعكم وأتشرف باستقبال أسئلة إذا كان في أسئلة عن طريق الكومنت التي في التغريدة طبعا احنا اختصرنا بشكل كبير في طرق قياس المخاطر وأيضا في طرق التحليل واختصرنا أجزاء كبيرة جدا ولكن كان الهدف أنه يكون يعتبر مدخل لنا وأيضا نطبق هذا داخل المنازل سواء المهندسين أو غير المهندسين ممكن أن كل شخص أن يبدأ يحلل الخطر ويمسك كل جزء في المنزل بحيث يكون مثلا غرفة المعيشة يمسكها ويحلل فيها المخاطر الموجودة فيها وبعدين يحدد درجة الخطر وبعدين يحلل لهذه المخاطر كذلك يتجه إلى مثلا غرف نوم الأطفال أو غرف النوم الرئيسية ويحلل المخاطر الموجودة فيها ثم يتجه إلى غرف مثلا الضيافة ويتجه إلى حديقة المنزل أو الفناء الخارجي ويحلل هذه المخاطر ويسجلها ثم يحاول أن يقيمها وكيفية الطرق التعامل معها هذا بشكل سريع جدا ومختصر أنا أنتظر إذا فيها أسئلة لديكم نجيب عليها أو لا أو نختم هذه المحاضرة شاكر ومقدل لكم الله يعطيكم العافية جميعا لحسن استماعكم شاكر لهيئة المهندسين إهتاحة الفرصة وأتمنى لكم إن شاء الله أيام سعيدة وكل عام وأنتم خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر